الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا الرجل السفاك معروف بعد الحجاج يقال لو جاءت كل أمة بطواغيتها وجئنا بالحجاج لرجح عليهم جميع هذا الحجاج الله بقى ليش لأن أكو في ذرية هذا الحجاج رجل من موالي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قايلين عن فرد زمانه في مدح أهل البيت وولاء أهل البيت وهو المعروف بابن الحجاج شاعر معروف وهو صاحب القصيدة المعروفة اللي تقرأ يا صاحب القبة البيضى على النجفي من زار قبرك واستشفى لديك شفي هذا حفيد الحجاج وعندما أراد أن يموت وعندما أراد أن يموت أوصى بأن يدفن عند رجل الإمام الكاظم صلوات الله عليه تحت رجل الإمام الكاظم وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد هذا اللي جد كان سفاك لدماء شيعة أهل البيت يقول أنا كلب أهل البيت وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد الآن مدفون عند رجل الإمام الكاظم صلوات الله عليه حفيد الحجاج حفيد الحجاج